بسم الله الرحمن الرحيم إذن درسنا لهذه الحصة الكتابة العلمية الكتابة A في عشرة أس N حيث A عدد عشري محصور بين واحد وتسعة و N هي قوة العدد عشرة إذن الكتابة A في عشرة أس N تسمى الكتابة العلمية A في عشرة أس N نحضر مثال الكتابة العلمية 7.350 في عشرة أس ناقص 13 ونقدر نعودها ب 7.350 نقطة عشرة أس ناقص 13 إذن 7.350 نشوفوا كيف تحققنا الشرط للعدد محصور بين واحد وتسعود إذن صحيح ناقص 13 هي قوة العدد عشرة التي تمثل N المثال الثاني العدد عشري سارب ناقص 3.712 18 في عشرة أس ربعة نقدر نعودها ب 3.718 نقطة عشرة أس ربعة نشوفوا كيف تحققنا الشرط الكتابة العلمية 3.718 محصور هو عدد عشري محصور ما بين واحد وتسعود و 4 يمثل العدد N قوة العدد عشرة إذن العدد الأول موجب ما كنكتبوش الإشارة و العدد الثاني سالب تنكتبو إشارة ناقص إذن هذه أمثلة للكتابات العلمية لنحدد الكتابة العلمية باش نفهمهم زيان كيفاش نحدد الكتابة العلمية دي العدد عشري إذن 0.00545 إذن هنا خصنا نقوم بتحريك الفاصلة نحو اليمين باش نحصله على عدد عشري محصور ما بين واحد وتسعود نضرب في عشرة أسعين إذن غاد نقوم بتحريكه بعدد تدربنا في عشرة أسعين واحد ولا حرقناه بالجوج دي الأعداد غاد نحصله على عدد عشري مدرب فعشرة أسناقص الجوج ما زال مش كتابة العلمية إذن غاد نزيد نحرك الفاصلة صبحنا 5.45 فعشرة أسناقص ثلاثة لأننا حرقنا الفاصلة بثلاثة دي الأرقام نحو اليمين إذن قمنا بتحريك الفاصلة بثلاثة أرقام حصلنا على 5.45 فعشرة أس ناقص ثلاثة من الأسعين بيعني اتجاه حركة الفاصلة نحو اليمين يعني من اليسار إلى اليمين ومش نتأكدوا بأن هذا العدد الأس وصحيح لدينا ثلاثة دلأصفار إذن أس فيه ثلاثة العدد الثاني أو المثال الثاني سبعة وثلاثة دي الأفوة خمثلية وثلاثة دي الأسعين فاصلة ثمانية إذن هنا العكس دي المثال الصابق غالي نقوم بتحريك الفاصلة نحو اليسار لكي نحصل على عدد محصور ما بين واحد وتسعود لأن هذا العدد الأصلي أصلا هذا مع عدد أكبر من تسعة إذن نقوم بتحريك الفاصلة بعدد يعطينا عشر أس واحد نزيدنا نحركه برقم عشر أس جوز نزيدنا نحركه بثلاثة الأرقام عشر أس ثلاثة ما زال نزيدنا نحركها إذن الآن ثلاثة فاصلة تكون قوة العدد عشرة موجبعة أو إشارة العدد قوة العدد العشرة موجبعة مثال المثال لول A مثل الثاني B إذن نمر للحل إذن A تساوي السفر فاصلة ثلاثة الأصفال سبعة وستين فعشرة أس ثلاثة عشر إذن هنا سنقوم بتحريك الفاصلة نحو اليمين إذن ستكون إشارة قوة العدد عشرة سالبة إذن ما هذه الأعداد ما هذه الأعداد هذه الأرقام سنحرك الفاصلة سنحركها بربعة الأرقام نحو اليمين أصبح النس ستفاصل السبعة في عشرة أس ناقص ربعة ربعة هو عدد الأرقام أو عدد الأصفار المكونا للعدد العشرة عشرة أس ناقص ربعة لأن نتجاه تحريك الفاصلة نحو اليمين هنا عندنا جداء قواتين اللهم نفس الأساس كنتبق عليهم قاعدة القوى A S N مضربة في A S M بجمع قوتيهما إذن ناقص ربعة نزيد عليها 13 تصبح العملية السفاصل السبعة فعش سوعة أس ناقص ربعة زائد 13 مجمع قوتيهما إذن النتجة الهائية هي 6.7 فعش سوعة أس سعود هذه الكتابة العلمية للعدد A نمر العدد أو التعبير B أو العدد B وهو 234.7 فعش سوعة أس ناقص سعود هنا العكس درمية السابقة سنقوم بتحريك الفاصلة نحو اليسار بعدد برقمين لنحصل على عدد محصور بين 91 إذن هذا العدد هو جوج فاصلة 3476 فعش أس أس إثنان الأس موجب هنا لأن تحريك الفاصلة كعلى نحو اليسار ومنسوش عشرة أس ناقص سعود إذن نحن جداء قوتين لهما نفس الأساس نقوم بجمع قوتيهما حسب قاعدة القوى آس إن نضرب في آس أم يعني سنجمع جوج مع ناقص تسعود لتصبح النتيجة جوج فاصلة 3476 فعش أس جوج نزيد عليها ناقص تسعود سنجمعها ونحصل على بي تساوي جوج فاصلة 1476 فعشرة ناقص سبعة إذن هذه الكتابة العلمية للعدد ب موسيقى